بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا والأخوات والأخوة تدائن زيارتنا لأردن الشقيق كزيارة أولى يتأكيد على عمق العلاقة التاريخية بين العراق والأردن وللمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين وللمواقف الداعمة والواضحة للأردن للعراق وشعب العراق طيلة المحطات السابقة كانت زيارة مثمرة وبناءة تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء كان على مستوى تعاون الثنائي وما فيه من ملفات اقتصادية وأمنية وسياسية وأيضا على مستوى علاقات وأوضاع المنطقة والعالم ومن خلال هذه الزيارة أيضا بينا رؤية هذه الحكومة في مسألة العلاقات الخارجية والتي تنطلق من مبدأ هو أن تنعكس هذه العلاقات بشكل عملي وملموس على الواقع الداخلي لحموم العراقية أيضا أكدنا على إدامة الدور الريادي للعراق في التقريب بين وجهات المختلفة على مستوى المنطقة الموضوع الثاني سبق وأن أعلنت هيئة النزاهة عن تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والتي شكلت وفق المادة 3 سابعا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدن والتي تنص القيام بأي عمل يساهم في مكافحة الفساد أو الوقاية منه بشرطين أن يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد أو الوقاية منه ثانيا أن يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق أهداف الهيئة الهيئة بالتأكيد ستمارس مهامها وفقا لقانوني العقوبات وأصل المحاكمات الجزائية وتحت إشراف القضاء مهمة الهيئة العليا المؤلفة تنحصل بالتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهام أما معايير تحديد مفهوم القضايا الكبرى والهام من هي هذه القضايا الكبرى؟ بالتأكيد القضايا التي تنطوي على هدر كبير بالمال العام وضرر بالغ على المصلحة العام الهيئة العليا يترأسها السيد رئيس هيئة النزاه السيد القاضي حيدر حنون وبعضوية مدراء التحقيقات والاسترداد مدراء العامين في الهيئة وتمارس عملها بواسطة محققين من الهيئة وتحقيقاتها بالتأكيد سوف تكون تحت إشراف القضاء الذي نسب أحد القضايا للإشراف على القضايا الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد تم تأليفه برئاسة عبد الكريم عبد فاضل حسين المدير العام في وزارة الداخلية والذي سيقوم بدوره باختيار فريقه من الوزارة من وزارة الداخلية هذا الفريق الساند سيتولى عمليات التحري وجمع الأدلة وتنفيذ القرارات وتقديم الإسناد للمحققين وتزويدهم بما يصل إليهم المعلومات عن تلك الجرائم وتلك القضايا وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود وتسليمهم إلى الجهات المختصة وفقا لأحكام القانون وبالتالي نطمن الجميع أن الإجراءات سوف تكون تحت مضلة الدستور والقانون ولن تكرر الأخطاء السابق كانت لدينا زيارة مهمة إلى محافظة الديوانية لماذا اخترنا الديوانية كوجهة أولى؟ نرجع للأولويات أولويات المنهاج الحكومي أو الوزاري التي تتعلق بالفقر والبطالة والخدمات نجد أن محافظة الديوانية تتصدر المحافظات في هذه المشاكل المجتمعية وتأكد لنا بشكل واضح عنق هذه المشاكل المجتمعية في هذه المحافظة للأسف على مستوى الفقر والبطالة والخدمات وضعف النشاط الاقتصادي الزيارة ليست زيارة روتينية كان معنا وزراء زراء الصحة والزراء ووكلاء بعض الوزرات والمدراء العامين وعقدنا سلسلة اجتماعات تخلى لها زيارة لمصفة الديوانية الاجتماعات استمعنا لمشاكل الخدمات من الأهالي من الشيوخ العشائر والوجهة من اللقابات والاتحادات والناشطين خرجنا بحصيلة أنه لا يمكن معالجة بمجرد إصدار توجيه وتترك المحافظة ويجوز تجيها بعد ست شهر تلقى نفس المشاكل الباقية اللي صار أنه وجهنا بورش عمل بعد رجوعنا إلى بغداد من الوزارات تتواجد في المحافظة يعني يوم الثاني يوم الأحد تواجدت هذه الفرق يوم الأحد والاثنين في الديوانية في محافظة الديوانية بوجود السيد المحافظ ومدراء الدوائر الفرعية وتناولوا موضوع المشاريع المتلكة وين واقف هذا المشروع وين الإشكالية يوم الوزارة يوم الدائرة منطونها حلول ضمن الصلاحيات يتخذون قرار يطون موافقة الوزارة المعنية تحتاجون قرار مجلس الوزراء عزلوه على صفحة حتى نعرضه على مجلس الوزراء ناولوا موضوع المشاريع الجديدة مشاريع الأمن الغذائي طبعا المحافظة تفتقر إلى مشاريع البنى التحتية وبالتالي تحفظنا على كل المشاريع المدرجة والتي هي قسم من عدها أعلن والقسم الأكبر قيد الإدراج في وزارة التخطيط لا يمكن أن نخصص هذه الأموال 500 مليار ونحن ننفذ مشاريع لا تدخل في صلب مشاريع البنى التحتية التي نأسس عليها تأسيس صحيح يعني اليوم أغلب الأغضية والنواحي في هذه المحافظة تفتقر إلى مشاريع مياه الصرف الصحيح فمن تجيني وتقول لي سوي تبليط أو مدخل مدينة أو إنارة هذا بصراحة هدر لهذا المال يعني ليس هذا التأسيس الصحيح نعم قد يوفر خدمة منظورة أمام المواطن تخفف من الرغط الانتقاد الشعبي للمسؤولين لكن ليس بالتأسيس الصحيح لبنى تحتية لمدينة حتى ننطلق لخدمات تبقى موجودة ومكتملة لعمون المواطنين فهذه كانت الرؤية وثبتناها وسوف يتم عادة نظر بهذه المشاريع وفق هذه الرؤية يعني كانت نقص في رحلات نستطيع القول سوف نؤمن كامل احتياجات الرحلات المدرسية لمحافظة ديوانية لأنه عندنا مشروع أن أطلقناه فانطينا الأولوية لهذه المحافظة وردت معلومات عن انتهاكات لحقوق الإنسان في مناشدات في حواريات في تقارير صحفية وأصبحت الشغل الشاغل طبعا هذه المعلومات وردتنا قبل لا تطلع لرأي العام بطلبات وبشكاوة ولوائح من المتضررين بهذه الانتهاكات اتعاملنا معها بمهنية من خلال لجنة مختصة سواء كان الأمنيين أو المستشار لحقوق الإنسان وأخذنا هذه الإفادات تحريريا من المتضررين فضلا عن الذين قدموا طلبات ونتعامل معها وفق القانون ما ريد ندخل بهذا الجدل اللي يتعلق بالتصفية حسابات أو البحث على هذا الطرف أو ذاك أمامنا ادعاء مو اتهام يعني أو حكم ادعاء هنا بال أبجديات حقوق الإنسان نسميه ادعاء ادعاء بانتهاكات وجود انتهاكات هذا الادعاء يعرض على جهات مختصة ويبحث ويجرى التحقيق لنتأكد من صحة هذا الادعاء بنفس الوقت لسنا مع التشهير بالأجهزة الأمنية والنيل منها بهذه الطريقة الدعائية الواضح إذا كان هناك من موسيق أو مقصر فالقانون موجود وكفيل بأن يقتص من هؤلاء أما اعمام هذا الاتهام وتناولهم بالأسماء لا أعتقد يتناسب مع حجم التضحيات والواجب الكبير الذي يؤديه رجل الأمن في مختلف أجهزتنا الأمنية لذلك نهيب بكل الأسرة العامية الصحفية صناع الرأي الانتباه إلى هذه هذه القضية خطيرة جدا وتمس أمن الدولة وأجهزته لا يمكن أن يتم التعريض بأخواننا وأخوانكم من المنتسبين ضباط محققين ونشر أسماءهم بهذه الطريقة القرارات قرارات مجلس الوزراء اليوم بناء على ما عرضته وزارة المالية إقرار تثبيت عقود وزارة الكهرباء ممن لديهم خدمة عقدية سنتين فما فوق وقيام وزارة المالية باستحداث درجات وعناوين وظيفية ويتم المناقلة من الموازنة التخطيطية لكل شركة تابعة على وزارة الكهرباء بما فيهم عقود محافظة البصرة وعدم طلب أو إضافة أي تخصيصات مالية جديدة من وزارة المالية وامتناع هذه النقطة المهمة وامتناع وزارة الكهرباء بتعيين عقود جديدة أو أجور يومية مستقبلاً على أن تدقق الأسماء من قبل ديوان الرقاب المالية الاتحادي وتتولى الوزارات والجهات الحكومية الأخرى تزويد وزارة المالية بالمتطلبات الواردة في كتاب الأمانة العامة المرقم 22.081 في 14 حزيران 2022 والخاص بتثبيت العقود والأجراء اليوميين وتتولى وزارة المالية أخذ ما يلزم اتباعاً وفقاً لقرار مجلس الوزراء هذه مشاكل ورثناها من المرحلة السابقة وتم دراستها بشكل مستفيد إذا تتذكرون القرار الأول كان الشهادات العليا والخريجين الأوائل والأرقام الأخرى بدأت عملية تدقيق لأنه اكتشفنا يوجد نوع من التلاعب بتغيير الأوامر وتواريخ الأوامر الخاصة بالتعيين العقود والرقم متحرك يعني كلما تدقق مجموعة أسماء يصعد هذا الرقم وتدرون تبعات هذا الأمر على الموازنة لكن الذين تم تدقيق أسماءهم وتأكدنا فعلا هم ممن عملوا أو تعاقدوا في عام 2019 والذين لم يتمكنوا من إكمال إجراءات التعاقد القسم الأكبر من جماعتهم تثبتوا في وقتهم والقسم الآخر بقى ينتظر بعد ما كمل السنتين المقرر وفق القانون تم إكمال تدقيقهم وتثبيتهم وفق قرار مجلس الوزراء اليوم اليوم أيضاً بناء على ما عرضت وزارة الاتصالات إيقاف استقطاع المبالغ المستوفى عن خدمة الهاتف النقال وخدمة تعبئة الانترنيت البالغة 20% ضريبة الاستقطاع المعروفة الكارت بدءاً من واحد كانون الأول الثين وعشرين وتتولى هيئة الإعلام والاتصالات تنفيذ هذا القرار وأخذ الإجراءات الملائمة باسترجاع المبالغ المستوفى قبل التاريخ المذكور آنفاً وإرسالها إلى الخزينة العامة بالسرعة الممكنة هذا النص يقر في 2015 أيام التقشف ويثبت في كل قانون موازنة يستقطع من المواطن من قبل الشركات من خلال المتابع أن هذه الأموال تبقى فترة شهرين ثلاثة أو أكثر لبعض الشركات الهاتف تبقى لديهم يعني ما تسددها مباشر للخزينة وهذا فساد بصراحة في تقصير فضلاً عن الإرهاق المواطن وخصوصاً الطبقات الفقيرة ومحدودية الدخل وقاعد نسمع تجزئ الكارت صار خمسة آلاف وأكو على مستوى ألف دينار وفد عملية معقدة مرهقة اجتماعياً معيشياً للمواطنين هذا جزء من إجراءات الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع التضخم والصعوبة الأوضاع المعيشية أيضاً هناك مشكلة طال أمدها التي هي قضية المتقاعدة التربية تربية البصرة محافظة البصرة الموظف يدفع استقطاعات بعد ما يطلع التقاعد يروح يروج معاملته حتى يأخذ تقاعد مالته المتقاعدين في تربية البصرة تمت أحالتهم إلى التقاعد ورد أنه بعد مراجعتهم تبين أنه الدائرة دائرة تربية البصرة لم تسدد هذه الاستقطاعات للصندوق فظلوا المتقاعدين كتابنا وكتابكم بين التقاعد وبين التربية وبين المالية المواطن ما عدا ذنب منطل استقطاع ومسدد هذا المتقاعد الذي يفترض ويكرم ويعطى راتبه بشكل يسير وبكل سهولة تحمله ومعاناة نتيجة هذا الإجراء الذي أيضاً سيخضع للتدقيق بناء على تقرير ديوان الرقاب المالية اليوم تم أقرار قرار من مجلس الوزراء بقيام وزارة المالية بإدراج المبلغ 22 مليار الظاهر في المديرية لعام 2021 في ضمن مشروع قانون موازن العام الاتحادية للسنة المالية 2023 وبالتالي تنتهي معاناة هذا العدد الكبير من المتقاعدين ونأسف لهذه المعاناة التي تسببت بها إجراءات غير مسؤولة الموافقة على إصدار التعليمات الخاصة أيضاً قرار تحدثنا على قانون الإلتزامات المالية إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين اليوم صدرنا التعليمات وسيبدأ التنفيذ القرار الموافقة على إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة 28 لسنة 2019 استناداً إلى أحكام المادة 80 البنت ثالثة والمادة 10 من قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمان العام للدارة القانونية أيضاً ضمن ترشيد الانفاق والحد من الإسراف في الانفاق ما يتعلق بالإفادات إفادات الكبار الموظفين والمسؤولين اليوم تم إقرار مجموعة تعليمات وضوابط بحدود 10 نقاط رئيسية تحد من هذه العملية التي تسبب أو تركها الموازنة أي إفادات وصرفيات وأمال بصراحة غير مبررة ووفود نسمع أكو إفادات وتجاوز العدد موظف في مؤتمر المؤتمر الأخير أو ميتين حسب ما نقل عن طلب تكشف من الوزارات في مؤتمر المناخل الأخير في شرم الشيخ أكثر من وزارة تحضر إلى مؤتمر أو محفل معين وهذا كله صرفيات وموازنة وتفاصيل اليوم ثبتنا ضوابط تحدد من عملية الإفاد وما يترتب عليها من صرفيات القرار الآخر منحنا مخصصات لا تزيد عن 30% للباحثين في شبكة الحماية الاجتماعية الباحث الاجتماعي يواجه يعني خطورة ويواجه مصاعب في إجراء البحث الاجتماعي حتى يكون البحث دقيق ويحقق هدف الاستهداف الدقيق للمستحقين من شبكة الحماية الاجتماعية يفترض إعطاء مخصصات توازي الجهد والخطورة لهذا الموظف فإضطينا هذه الموافقة وسوف يتم البدء من واحد قانون الأول 2022 من هذا العام أيضا القرار مهم يتعلق بكمان مشاريع الكهرباء خولنا وزير المالية ومن يخوله صراحية الاستمرار بالاختراض من أكسينب بانك لتمويل مشاريع البنى التحتية في العراق عدنا عقد قرض مستمر قديم ومشاريع مستمرة في القانون يحق الوزير المالية الاستمرار يخول حتى يستمر في تنفيذ القرض وحصل اليوم هذا القرار بناء على توصية المجلس الوزاري الاقتصاد سبقوا أن نتخذ مجلس الوزراء قرارات بخصوص الكورونا وأوامر ديوانية تم إلغاءها بناء على طلب وزارة الصحة والرجوع إلى العمل بقانون الصحة العامة 89 لسنة 81 التي تختص بمكافحة الأمراض الانتقالية هذا مجمل القرارات والملاحظات التي أردناها أمام حضراتكم أسمع الدساؤلات طحية طيبة سيادة الرئيس محمد سعد قناة الشرقية نيوز السيد المالكي يوم أمس في حوار على الشرقية نيوز ذكر حضرتك في النية استبدال جميع المحافظين في المحافظات العراقية كيف سيتم استبدالهم ذكر أنه ضمن الاستحقاق الانتخابي كيف ستكون ذلك رؤيتك في ترجمتها على أرض الواقع شكرا شكرا جزيلا سبقوا أن أكلنا جزيلا حتى من خلال هذا المؤتمر في اللقاءاتنا واجتماعاتنا وحتى اجتماعنا في الهيئة التنسيقية مع السادة المحافظين أن الحكومة بصدد تقييم عمل كل المحافظين تقييمهم على المرحلة السابقة هناك شكاوى هناك إخفاق هناك ملفات فيحتاج تقييم اليوم نشكلنا حكومة جديدة وزراء جدود ويبترض أيضا الركن الثاني المهم في السلطة التنفيذية المتمثل بالمحافظين أيضا نقيم عملهم خصوصا وأن المحافظين اليوم لديهم موازنة تتراوح بين ثمانية إلى عشرة تريليون دينار في قانون الأمن الغذائي الطارئ فريد تأكد أنه إدارة المحافظة إدارة سليمة وبالشكل الذي يمكنهم يمكننا أيضا كحكومة من الإطمئنان لتنفيذ برنامجنا الحكومي فهناك تقييم شكلة لجنة مهنية ليست لها علاقة بالسياسيين أو السياسية وأنما لجنة مهنية من الدوائر المختصة ديوان الرقابة هيئة النزاهة والمستشارين هيئة المستشارين في مكتب رأسة الوزراء تقييم الأداء وفق المؤشرات التي أضامنا من نجد لديه جملة من السلبيات بالتأكيد لن نجامل أي طرف ومن نجد فيه الكفاءة والقدرة على الاستمرار بالعمل بالتأكيد سوف ندعمه دي مواصلة عمل في المحافظة السلام عليكم دولة الرئيس ياسر عامر قناة الرشيد دولة الرئيس بالفترة الأخيرة الكثير من ملفات الفساد تم طرحها وكشفها وفتحها على برامج حوارية على شاشات التلفاز ما ندري وصلت الجنابكم أو لا لكن إلى حد هذه اللحظة ما شفنا أكفة دور أو تحرك جدي من أجل اتخاذ إجراء ضد هذه ملفات الفساد شكرا جزيلا شكرا لكم طبعا ما يطرح في اللقاءات الحوارية كم هائل من البعلومات والاتهامات والملفات نحن نرصد كحكومة والأجهزة الرقابية ترصد أي حديث أو أي طرح من هذا النوع وتاخذ وفق سياقاتها القانونية ليس بالضرورة كل ما يطرح هو أمر مسلم به ويجب أن يصدر حكم ثاني يوم ونقول والله بناء على ما طرحه سين في اللقاء الحواري مع الصحفي فلان الإعلامي وصدر حكمه تجد قضايا مكافحة الفساد يرادلها أوليات ويرادلها أوراق نحن نتحدث عن إجراءات وفق القانون نحن نريد نرتكب أخطاء سابقة في هذا المجال الملف يدرس ويحدث مواطن الخلل والهدر وفق السياقات القانونية ويتخذ الإجراء بدون أي تردد رئيس هيئة النزاهة التفت لهذا الجانب وقال حتى انثبت جدية الطرح وجه كتاب لي إلى هيئة الإعلام والاتصالات رئيس هيئة النزاهة بلغهم أنه بإمكان الهيئة إرسال محقق عند طلب أي قناة أثناء الاجتماع أثناء اللقاء أنه الشخص الذي داخل حوارية يقدم الإخبار هو الهدف شنو من عنده غير تبلغ انتجهات الرقابية حتى تأخذ طريقها العملية إلى أجراءات فعد استعداد هيئة النزاهة اليوم اللقاء في جنابك أي قناة قناة الرشيد برنامج حواري يتصلون بالقناة مع ضيف سين أو صاد يجي المحقق يثبت الإخبار التي تفضل فيه ضيفكم في القناة مو حتى تكون العملية مجدية وإلا إذا كان مجرد حديث فهذا اتهام وهذا غير صحيح وتترتبع الإجراءات فهذا الكتاب راح يوصل من هيئة الإعلام يبلغ كل القنوات هيئة النزاهة مستعدة أن تبعث محقق حتى تسجل الإخبار بناء على ما يطرحه الضيف في برامجكم الحوارية السلام عليكم قاسم السعدي من وكالة أسوشيات بريس دولة الرئيس قبل أيام قليلة حصل عمليات قصف من قبل إيران في إقليم كردستان وقبلها تركيا أيضا هل هذه العمليات حصلت بموافقة الحكومة؟ هاي واحد وهناك أيضا أخبار من إيران أنه تم الاتفاق ووضع جدول زمني بين الحكومة وإيران بما يخص حزب الديمقراطة الإيراني؟ بالتأكيد بدون موافقة ولأن الاعتداءات أصلا مرفوضة من أي دولة سواء كانت من إيران أو تركيا أي اعتداء عن الحدود الإراقية مرفوض رفض قاطع وبدون أي تبرير ولا نسمح أنه بإعطاء موافقة أو من يتقبل أنه أحد يطلب لعنده موافقة حتى تضرب أراضينا وحدودنا هذا الموضوع أخذ حيز كبير من الاعتداءات المتكررة والمستمرة غدا أو خلال هاليومين لدينا اجتماع لمجلس الأمن الوطني طلبنا دراسة من الجهات الأمنية المختصة تقدمها أنه في مسألة تواجد القوات الرسمية العراقية على الحدود هناك معوقات يفترض نتجاوز هذه المعوقات حتى يتخذ القرار ويبدأ التطبيق الفعلي بالانتشار على هذه المناطق حتى نسقط المبرر الذي يسوق بأن الحدود مفتوحة ولا يتواجد فيها حرش حدود أو نقطة وعلم عراقي هذا الإجراء مهم بعد هذا الإجراء ستترتب عليه إجراءات خاصة بمسألة الوقوف بوجه أي اعتداء وفق الطرق القانونية والدنواسية السلام عليكم دولة رئيس الوزراء وظفر علي من قناة الأيام الفضائية من خلال زياراتكم الميدانية والمفاجئة لمؤسسات القطاع الصحي شكل صورة لدى المواطن العراقي لأن موضوع القطاع الصحي هو جدا مهم بحكومتكم ولكن عندما نرى أن الانفاق الحكومي على الفرد العراقي سنويا 157 دولار مقارنة بدول الجوار زاد هذا العدد أو الرقم أضعاف فهل ممكن ترفع هذه الأرقام من خلال الموازنة القادمة؟ شكرا على السؤال المهم للأسف الرقم أقل بكثير من أي دولة من دول الجوار إذا تحسب موازنة الموازنة المخصصة يعني موازنة كيمادية تحسبها على عدد نفوس البلد رقم بسيط جدا آلاف وهو أقل من الأرقام المخصصة في دول الجوار لا يوجد إشكالية في هذا الأمر ومنها بالتأكيد تتعلق بفلسفة النظام الصحي اللي احنا تحدثنا عنه جد ما تبدل وتخصص أموال وتدفع بقرارات في ضوء هذا السياق وهذا النظام الحالي سوف تبقى الخدمة متردية ولذلك نحن ماضون بقوة باتجاه قانون الضمان الصحي وتنفيذه بنفس الوقت نريد أن نصحح من المسارات للعمل للوزارة على صعيد البنى التحتية بكمال المستشفيات على صعيد التأكد من التعاقدات السليمة للأدوية وإبعاثها عن الفساد والمفسدين لعامل مهم من عوامل ضياع هذه الأموال المخصصة لتأمين العلاج هذه كلها إجراءات بالتزاون مع الزيارات مع المعالجات الآنية حتى نوفر الخدمة اللائقة للمواطن لكن قطعا التخصيصات لا تتناسب مع الحاجة الفعلية وعدد نفوس البلد السلام عليكم سيادة الرئيس وسام الملة من وكالة الأنباء العراقية سيادة الرئيس هناك أحراك نيابي ودعوات شعبية من أجل رفع أو تعديل قانون التقاعد ورفع سقف الرواتب المتقاعدين وعادة العمل برفع عمار المتقاعد إلى 63 وهذا متوقف إلى رأي الحكومة وموافقة الحكومة هل هناك نية لدى الحكومة من أجل تعديل قانون التقاعد ورفع سقف المتقاعدين والعادة إلى 63 طبعا هو أصل التعديل اللي حصل في ظروف غير مستقرة وأنا المتحدث كنت نائب وكنت رافض للتعديل في حينها لأنه لم يكن مدرس عادة القوانين اللي تتعلق بالتقاعد في كل دول العالم تأخذ مساحة من الوقت للدراسة والحسابات الدقيقة وتأثيراتها الاجتماعية قبل أن تلجأ إلى التعديل فمسألة التعديل وإلغاء التعديل هذه راد لدراسة قطعا هناك بحث في هذا الأمر نحن كحكومة وجدنا أن هذا القانون فيه سلبيات وفيه بعض النقاط اللي قد تتعلق بمسألة تقليل الإنفاق لكن بالتأكيد هناك مصلحة تقتضي إعادة النظر بهذا القانون بدراسة مهنية بعيدا عن المزايدات والطلبات المستعجلة التي لا توفرنا المصلحة العامة مسألة الراتب التقاعدي هذا الأمر قيد الدراسة من قبل الحكومة الحكومة التزمت بسلسلة إجراءات لحماية الطبقات الفقيرة ومحدودية الدخل وفق متطلبات أو وفق ما لدينا من تخصيصات مالية نحن في ورشة مستمرة لمناقشة موازنة 2023 وجزء منها يتعلق بهذا الأمر والذي سوف يبحث على ضوء الأرقام التي تردنا سوى ما يتعلق بالإرادات أو حجم الإنفاق شكرا جزيلا تفضل تفضل السلام عليكم وعليكم السلامة دولة الرئيس حسن نبيل من قناة عراق 24 دولة الرئيس فيما يخص ملف الخدمات يعني ملف يخص ملايين من الناس وكان هناك أيضا انطلاق مجموعة من الهاشتاكات خلال الأيام الماضية هاشتاكات تقدم الخدمة إلى العاصمة بغداد إذا كانت على مستوى أمانة بغداد أو محافظة بغداد بالتالي اليوم مناطق أطراف بغداد منها مناطق الطارمية وأزاء من المناطق المحيطة في العاصمة بغداد تعاني من عدم استكمال البنى التحتية هذا من جانب مناطق أطراف بغداد بالإضافة للعمل في مناطق بغداد تحتاج إلى استكمال بعض مشاريع البنى التحتية فيما يخص أيضا موضوع الجانب المناطق الزراعية يعني هناك الكثير من المطالبات من الناس مستغلين هذه المناطق هل سوف يكون ضمن أولويات عمل هذه الحكومة استملاك هذه الأراضي للناس؟ شكرا جزيلا شكرا جزيلا نحن بصدد معالجة هذا الموضوع لجنة قانونية فنية تدرس موضوع تحويل جنس الأراضي من الزراعي إلى السكني وأيضا أنا ذكرتها في أحد المؤتمرات هذه مشكلة مزمنة في بغداد بالتحديد من جزء المحافظات بالنسبة أقل تعرف اليوم أطراف بغداد كلها تحولت إلى مدن مأهولة وكلها جنسها زراعي يعني هذا يعيق الدوائر المختصة الخدمية يتقدم خدمة القضية الأخرى أو الشق الثاني من السؤال الذي يتعلق بالخدمات في هذه المناطق والمناطق الأخرى نفس الإشكال اللي وجدته في الديوانية شخصته في بغداد أثناء الاجتماع مع المحافظة والدوائر الخدمية يعني تصور ضمن المشاريع الأمن الغذائي بالتخصيصات المرصودة للمحافظة والبالغة 1.2 مليار 450 مليار طرق ريفية وطرق بين المناطق المشتركة يسموه بين الحدود الأمانة وحدود المحافظة 450 مبلغ هائل بنفس الوقت عندك بحدود الأربع وحدات إدارية مهمة النهروان أبو غريب سبع البور الوحدة تفتقر إلى مشاريع مياه الصرف الصحي كشفات موجودة تصاميم وكلفها يفترض أن أنفذ هذه المشاريع الخدمية قبل أن أذهب إلى الطرق الريفية 450 مليار ليس مبلغ بسيط بحدود 300 مليون دولار هذا موازنة تجوز وزارة أو دولة فأكوي عادة نظر في فلسفة الخدمات يفترض نبدأ بالبنى التحتية بعدها ننتقل ما فوق الأرض حتى تكون خدمات صحية متوجهين للخدمات أطراف فغداد نزلنا هنا من الجهد الهندسي للخدمات السريعة المشاريع المتلكة جزء من الخدمات فضلا عن المشاريع الجديدة التي نعيد النظر في ترتيبها وإدراكها حتى تروح بالاتجاه الصحيح وفق ما يتطابق مع رؤيتنا شكرا جزيلا